مرحبا فيكم احبائي كيف كون وصفتنا لليوم كتير سهلة بتلبق كتير للعشاء او متل ما انتو بتفضلوا عندي انا هون حبتين كبار من البطاطا ومقطعتهم شرائح بهالشكل منو سميكي كتير ولا رفيع كتير هحطهم كلهم عندي بالمقلية بهالشكل مقلية او طنجرة متل ما انتو بتفضلوا وبضيفي عليه قدر كوبين من الحليب السائل يعني كل حبة بطاطا كبيرة بدو كوب من الحليب السائل انا هون عندي حبتين من البطاطا مشان هيك رح ضيف كوبين من الحليب رش من الفلفل الاسود ملح حسب الرغبة اوريجانو قدر ملق عواصات وفركوها هيك بين ايديكن انتو عم بترشوا الاوريجانو او اي نوع اعشاب بتعطي ريحة ونكهة اقوى حلا هون انتو مخيرين اضيفوا ملعقة كبيرة من الزبدة او زيت زيتون اه بفضل الزيت زيتون حنا انتقل على الغاز تنطبخون ولا اسهل من هيك مكونات متوفرة بكل بيت وصدقوني عيلتكن كتير حتحبه طعمتها كتير قريبه على البطاطا بيوري بس بطريقة كتير سهل منعمله هلا بغطيه بتركة عادي تستوي متل كأنه عم نسلق بطاطا بس اجمالا بالحليب بتاخد شوي صغيري وقت اكتر صار مارق تقريبا سبع دقايق والبطاطا استوتي كتير منيح هلا هطف النار تحته ها اسكب عندي هون بهذا البايريكس بس اسمح ليها هي وهيك طعمتها جدا رائعة انا دقت منها قطعة صغيرة طعمتها كتير طيبة بس انا زيادة عا هيك حطيف عليها لمس صغيري تحت بس قدمها مشان الولاد يحسوا كأنه قدامهم طبق بشامال مع كارونا مع بشامال او لازانيا هلا تشوف شو حق اعمل حطوا عاوشها اي نوع جبني انتو بتفضلوها انا هالمرة جبت هاي ترواف رماج ثلاثة انواع من الجبني مخلطين مع بعض فيكن تحطوا بس مبصرلة كمان بيمشي الحال متل ما قلت لكم فيكن ما تحطوا شي هي بتتقدم هيك وكتير طيبة رشة جبني بسيطة ما بنسى الزوايا طول كل الصينية تعطيها لمعة بس تطلع من الفرن رشة بسيطة هيك كم نقطة من زيت الزيتون تعطيها هاللمعة البتجنن بس تطلع من الفرن حدخل صينيتنا هلا على الفرن بس شي انو تدوب الجبني وتاخد لون لانو المكونات عندي اساسا مستويا وهيك بكون الشكل النهائي لصينيتنا العظيمة شكل بشاحة بوعودكن لولاد كتير هيحبوه وبنهاية الفيديو طبعنا احباقي بتمنى من كل قلبي يكون الاعجابكم وتعاملوه اذا عملتوا اكتبوا لي تحت بالكومنتات و اكتبوا لي رأيكم انا متأكدي حي يعجبكم كتير حلا بقلكم باي